اخبار رياضة من قناة جلد زاد اهلا بكم غادرت بعثة المتخب الوطني لكرة اليد ارض الوطن بعد مشاركتها في الالعاب المتوسطية نحو مصر للمشاركة في كأس افريقيا وغادرت بعثة الخضر مقر اقامتها بمستغانم خلال الالعاب المتوسطية تحسبا لبدء غمار منافسة كأس افريقيا 2022 والتي ستنطلق الاثنين المقبل ويتواجد الخضر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات الغابون كينيا وغينيا حرصت اللجنة الولمبية المصرية على توجيه الشكر لنظيرتها الجزائرية بعد تنظيم النسخة التاسع عشر من دورة ألعاب البحر المتوسط والتي احتضنتها مدينة وهران الباهية وشادت اللجنة الولمبية المصرية بحسن الاستقبال والترحيب الذي تم توجيهه للبعثة المصرية منذ اليوم الأول فضلا عن التشجيع والمساندة والمؤاظرة التي شهدتها المدرجات تجاه البعثة المصرية وكدت الولمبية المصرية أن ما وجدته البعثة في الجزائر ما هو إلا دليل على العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تشير للأخوة والترابط بين الشعبين في كافة المجالات أعلن مساء اليوم الدولي الجزائري أندي ديلور رسميا عودته للمنتخب الوطني نجم نيس أكد في حوار مطول سينشار هذا السبت على صفحات جريدة نيس ماتين أنه تحدث مع الناخب الوطني جمال بلماضي في خطوة قال أنها كانت جد ضرورية كما أضاف ديلور أنه ينتظر استدعاءه من كوتش بلماضي خلال التربص القادم للانضمام إلى زملائه بداوي عطال وابراهيمي في صفوف الخضر أعلن نادي شارلور والبرجيكي اليوم الخميس تمديد عقد لاعبه الدولي الجزائري أدم زرغان إلى غاية سنة عشرين سبعة وعشرين والتحق ابن اللاعب السابق في وفاق سطيف مالك زرغان بالنادي البرجيكي الصيف الماضي قادما من نادي بارادو حيث نجح في فرض نفسه في التشكيلة الأساسية بعدما شارك في سبع وثلاثين مقابلة طوال الموسم المنقض يقول مسجلا ثلاثة أهداف ومقدما ستة تمريرة حاسمة كشفت وسائل إعلام بريطانية وإيطالية اليوم الجمعة عن استعداد أرسونال إنجليزي القيامة بعدة تدعمة نوعية وكشف موقع كالتشو ميركاتو عن اعتزام نادي أرسونال إنجليزي تقديم عرض لميلان الإيطالي بشأن لاعب الوسط الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر وضاف الموقع الإيطالي أن أرسونال مستعد لتقديم أربعين مليون أورو للتعاقد مع درام الجزائر برأ القضاء السويسري اليوم الجمعة رئيسي الاتحادين الدولي والأوروبي السابقين السويسري جوزيف بلاتير والفرنسي ميشيل بلاتيني في قضية احتيال قضت على مسيرتهم الإدارية وكان الإدعاء قد طلب بتوقيع عقوبة الحبس لمدة عام وثمانية أشهر مع إيقاف التنفيذ على كل من بلاتير وبلاتيني إضافة إلى تغريم بلاتيني 2.2 مليون فرانك سويسري وهو ما يعادل مبلغ التحويل مضافا إليه ضرائب الضمان الاجتماعي التي دفعها للفيفا وبعد حكم البراءة عبر بلاتيني وبلاتير عن سعادتهما بقرار المحكمة قائلا أن العدالة تحققت وإن الحقيقة ظهرت بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختم النشرة الرياضية شكرا على كرام الإصاء والمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة